ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا خير منوريني في عالم سودي النهاردة عندنا ريفيو جديد كده وفيديو جديد عن هنعمل عن زبدة اللوتس بس بديل زبدة اللوتس من شركة سماء طبعا انا بستخدم في النوتلا باستخدم شركة سماء سواء نوتلا بيدا او نوتلا الجمعة اللي اتنين حدوين جدا شركة حلوة مقربة جدا جدا اقرب حاجة دوتها او جربتها للنوتلا فهنستخدم النهاردة هي مطلعين منها زبدة اللوتس من شركة سماء تعالوا نسمي باسم الله بس قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناة لو مشرفيني الاول مرة واتبعوني كمان على قناة مطبخ صلي للطبخ والوصفات وتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم عايز اقول لكم لقبل اي حاجة برضو سعرها الاول علشان الناس بتبقى مستنية الساعة بس مش هقوله لكم دلوقتي هقوله لكم في اكل الفيديو عشان هنشوفوا الفرق بين الاصلية والفرق بين دي دي آآ كيلو بصوا كان بين عليها كده واحد آآ كيلو اهو هنفتحها نقول بسم الله وهنجربها مع بعض ونشوف فعلا تستحق ولا لا الله اولا لونها مقارب جدا او هو هو بالزبط اللي هي الزبدة اللوتس الاصلية وهوريكم كمان انا زبدة اللوتس الاصلية بصوا دي زبدة اللوتس طبعا الاصلية بصوا لونها شايفين هو بصوا مقارب جدا شايفين ايا خلصانة بس هوريكم من هنا بصوا اللون مقارب ازاي دي اول حاجة واول مقارنة بنا طيب تعالوا بقى نشوف ايه الطعم ودي اهم حاجة عندنا بسم الله الرحمن طبعا عارفين طعم آآ زبدة اللوتس الاصلية تعالوا بص شوفوا بس الاول هي قد اكريمية زيها كده لأ ما شاء الله زيها فعلا في بتاعتها تعالوا بقى نشوف الطعم بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا جماعة دا ايه يا جماعة دا عايز اقول لكم ما فيش اختلاف انا مش لقى اي اختلاف انا مش لقى اي اختلاف اللون الطعم عايز اقول لكم ان يمكن دي كمان النعومة بتاعتها في آآ بتاعتها نعمة بتتفرب بسهولة لأ حلوة لأ بجد حلوة جدا تعالوا كده بصوا انا يعني اخر حاجة كده في اللي هو الاصلية بصوا اهو اقرب حاجة بصراحة ليها اقرب حاجة ليها اقرب حاجة الاصلية هي نوطلة سماء دي ندق تاني برضو مقربة جدا يا جماعة لا يا حلوة جدا سواء دي او دي طبعا اصلا طبعا تحفل بس دي لو هنجيب البديل لا يبقى سماء دي البديل بتاعه طيب يبقى احنا شونا اللون القوام واحد الطعم يعني بصوا اختلاف لو لو طلعت اختلاف بحاجة بسيطة لا تذكر بصراحة والله بجد لكن طعمها تحفة جدا جدا تعالوا بقى اقول لكم سعرها دي سعرها الكيلو كله اربعة وستين جنيه سعرها اربعة وستين جنيه انا جايبها من حل بتاع حلويات اه فده سعرها اللي انا جبته لسه جايبها فاربعة وستين جنيه فسعارها على الكيلو كله جدا تعملي منها ايس كريم بقى تعملي منها وصفات للوتس يعني تكليها كده تفريديها على توست هي حلوة خطيرة 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 اه لا جربوه مش هتندموا بصراحة وهتوفر معاكم كثير عن زبنة اللوتس اصلية دي. يا رب يكون آآ ريفيو كده عجبكو عنها وت آآ تمبستوا منه وتشايروا لاصحابكو لكل اللي بيحابوا زبنة اللودة تعملو لهم شير كده. يمكن يستفادوا من الفيديو. هشوفكم فيديو جديد على خير مع السلامة.